السلام عليكم هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف النظر بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة رياضيات الصف السادس الجزء الثاني الوحدة الرابعة الدرس الثاني صفحة 11 مجموع قياسات زوايا المثلث النتاجات تستقصي مجموعة قياسات زوايا المثلث الصورة الأولى مثلث زوايا 60 60 سين الصورة الثانية مثلث زوايا 110 سين 35 المثلث الثالث زوايا 30 سين 90 في الرسم أعلى أستعمل المنقلة لإيجاد قياس الزاوية سين بالدرجات قارن بين المثلثات من حيث أوجه الشبه وأوجه الاختلاف سجل قياس الزاوية سين في كل من المثلثات 1 و2 و3 في الجدول الآتي لإيجاد مجموع قياسات زوايا المثلثات 1 و2 و3 رقم المثلث 1 قياس الزاوية سين بالدرجات كان 60 مجموع قياسات الزوايا 60 زائد 60 زائد 60 تساوي 180 المثلث الثالث المثلث الثاني قياس الزاوية سين بالدرجات كان 35 وثلاثين مئة وعشرة زائد خمسة وثلاثين زائد خمسة وثلاثين مئة وثمانين المثلث الثالث قياس الزاوية سين كان 60 درجة 30 زائد 60 زائد 90 يساوي 180 ماذا تلاحظ نشاط رقم واحد أولاً أرسم مثلثاً على ورقة ثم أقصه ثانياً رقم زوايا المثلث بالأرقام واحد تنين تلاتة تلاتة قص الزوايا بحيث تحتوي كل منها جزءاً من المثلث أربعة ثبت الزوايا الثلاث بحيث تلتقي في نقطة واحدة على المستقيم خمسة حدد نوع الزاوية التي كونتها الزوايا الثلاثة معاً ما قياسها بالدرجات؟ قاعدة مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 مثال واحد جد قياس الزاوية المجهولة با في المثلث التالي مثلث الزوايا فيه 70 25 با الحل لإيجاد قياس الزاوية الثالثة في المثلث نجمع قياس الزاويتين المعلومتين ثم نطرح مجموعهما من 180 25 زائد 70 تساوي 95 جمع قياس الزاويتين المعلومتين 180 ناقص 95 تساوي 85 طرح المجموع من 180 فيكون قياس الزاوية المجهولة با يساوي 85 السؤال الأول جد قياس الزاوية المجهولة سين في المثلث المجاور المثلث المجاور فيه زاوية قائمة 42 والزاوية الثالثة سين الحل الزاوية القائمة هي زاوية 90 درجة إذن 90 زائد 42 مئة واثنان وثلاثون مئة وثمانين ناقص مئة واثنان وثلاثون تساوي 48 درجة السؤال الثاني ما قياس الزاوية الثالثة في مثلث قياس الزاويتين فيه كما يأتي ألف خمسة وستين زائد 47 يساوي مئة واثنى عشر مئة وثمانون ناقص مئة واثنى عشر يساوي ثمانية وستون فكر وناقش ناقش صحة العبارة الآتية يوجد مثلث قياسات زوايا تلاتة وأربعين سبعة وخمسين خمسة وسبعون حتى أتأكد إذا كانت هذه العبارة صحيحة أو لا يجب أن أجمع هذه الزوايا تلاتة وأربعين زائد سبعة وخمسين زائد خمسة وسبعون يساوي مئة وخمسة وسبعون إذن الجواب خاطئ لأن مجموع زوايا المثلث يجب أن تكون مئة وثمانون نشاط رقم اثنان أمامي مثلث ألف با جيم فيه النقطة دال على الضلع با جيم إذا أوصلت النقطة دال مع النقطة ألف فيتكون عندي الزاوية ألف فيها زاويتين زاوية واحد وزاوية اثنان ودال أصبح هناك زاويتان تلاتة وأربعة الشكل المرسوم يبين المثلث ألف با جيم فيه دال نقطة على الضلع با جيم أجب عن الأسئلة الثانية واحد قياس الزاوية با زائد قياس الزاوية واحد زائد قياس الزاوية تلاتة تساوي ولماذا؟ طبعا تساوي مئة وثمانون وذلك لأن المثلث ألف با دال هو مثلث مجموع زوايا مئة وثمانين ثانيا قياس الزاوية جيم زائد قياس الزاوية اتنان زائد قياس الزاوية أربعة يساوي ولماذا؟ أيضا يساوي مئة وثمانون وذلك لأن ألف دال جيم يشكل مثلثا آخر مجموع زوايا مئة وثمانون ثلاثة قياس الزاوية جيم دال با تساوي لماذا؟ أربعة رابعا قياس الزاوية تلاتة زائد قياس الزاوية أربعة تساوي لماذا؟ مئة وثمانون وذلك لأنه امتداد لخط مستقيم أي أن الزاوية تلاتة وأربعة تشكل خطا مستقيما خمسة قياس الزاوية با زائد قياس الزاوية واحد زائد قياس الزاوية تلاتة زائد قياس الزاوية جيم زائد قياس الزاوية اتنان زائد قياس الزاوية أربعة تساوي ولماذا؟ 180 زائد 180 وتساوي 360 درجة وذلك لأنهم يشكلون مثلثان كل مثلث مجموعة زوايا 180 درجة 6 قياس الزاوية واحد زائد قياس الزاوية اتنان يساوي قياس الزاوية ألف لماذا؟ لأن مجموعهما هو قياس الزاوية ألف 7 قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية باء زائد قياس الزاوية جيمت شو يساوي 180 درجة لماذا؟ لأنهم مثلث مجموع زوايا 180 8 ماذا تلاحظ؟ ألاحظ أن مجموع زوايا أي مثلث يساوي 180 درجة تمارين ومسائل السؤال الأول جد قياس الزاوية المجهولة سين في كل من المثلثات التالية ألف المثلث الأول الزوايا 30 75 سين با سين خمسة وستين تلاتة وستين جيم خمسين سين سبعين دال تلاتة وعشرين زاوية قائمة وسين الحل ألف ألف تلاتين زايد خمسة وسبعين مئة وخمسة مئة وثمانين ناقص مئة وخمسة خمسة وسبعون بعد خمسة وستين زايد تلاتة وستين يساوي مئة وثمانية وعشرين مئة تمانين ناقص مئة وثمانية وعشرين يساوي اثنان وخمسون جيم خمسين زايد عشرين سبعين مئة وثمانين ناقص سبعين مئة وعشرة دال تلاتة وعشرين زايد تسعين يساوي مئة وثلاثة مئة وتمانين ناقص السؤال الثاني جد قياس الزاوية الثالثة في مثلث قياس الزاويتين فيه كما يأتي ألف أربعة وخمسين واحد وتسعين با مية وتلاتين وعشرين الحل واحد وتسعين زائد أربعة وخمسين بتساوي مية وخمسة واربعين مية وتمانين نائس مية وخمسة واربعين خمسة وتلاتين با مية وتلاتين زائد عشرين بتساوي مية وخمسين مية وتمانين نائس مية وخمسين بتساوي تلاتين السؤال الثالث هل توجد مثلثات بقياسات الزاوية المبينة تالياً برّر إجابتك ألف خمسة وسبعين ستين با 60 35 95 ألف 75 زائد 60 زائد 45 بتساوي 180 إذن نعم صحيح با 60 زائد 35 زائد 95 190 إذن خاطئة السؤال الرابع المثلث لام ميم نون فيه الزاوية ميم قائمة وقياس الزاوية نون نصف قياس الزاوية ميم فما قياس الزاوية لام الحل قياس الزاوية ميم قائمة أي 90 قياس الزاوية نون نصف قياس الزاوية ميم أي 90 أتنين خمسة وأربعين تسعين زائد خمسة وأربعين مية وخمسة وتلاتين قياس الزاوية اللام تساوي مية وتمانين نائس مية وخمسة وتلاتين خمسة وأربعون السؤال الخامس جد قياس زوايا المثلث المرسوم جانبا مثلث الزوايا فيه تلات عين عين وعين تلات عين زائد عين زائد عين يساوي مية وتمانين درجة تلات عين زائد عين أربع عين زائد عين خمس عين يساوي مية وتمانين درجة على خمسة على خمسة إذن عين تساوي مية وتمانين على خمسة وتساوي ستة وثلاثون إذن قياس زوايا المثلث يساوي 36 ضرب 3 الزاوية الأولى 108 والزاوية الثانية 36 والزاوية الثالثة 36 السؤال السادس أين الخطأ في الجمل الآتية؟ اكتشفه وصححه مبررا إجابتك ألف ادعى أحمد أنه رسم مثلثا قياسات زوايا 54 44 74 بعد ادعت سلمة أنها رسمت مثلثا قياسات زوايا 40 40 120 الحل ألف أحمد رسم مثلث قياس زوايا تساوي 54 زائد 44 زائد 74 172 خطأ لأن مجموع زوايا المثلث يجب أن تكون 180 أما سلمة فمجموع زواياها 40 زائد 40 زائد 120 تساوي 200 وهذا خطأ أيضا لأن المثلث يجب أن يكون مجموع زوايا 180 درجة ترجمة نانسي قنقر